ظروف اقتصادية غير مستقرة اجبرت الحكومة العراقية على اللجوء لتزديد ما بذمتها من ديون الى شركات النفط العالمية عن طريق اصدار سندات خزينة من البنك المركزي والتي تصل قيمتها ما يقارب سبعة مليارات دولار ضمن موازنة 2015 خصصت من ضمنها 12 مليار للشركات مستحقاتها وبالتالي تم اعطاء خمس مليارات خلال هذه الفترة وهناك سندات خزينة تم سحفها من قبل وزارة النفط من البنك المركزي قد تم تطمين هذه الشركات بان اموالهم موجودة لكن هذه السندات يحتاج ان تتوفر سيولة حتى يتم تزديدها فبالطريقة هذه في حالة هناك اطمئنان لدى الشركات بان اموالهم موجودة ما دام هناك سندات خزينة مسحوبة بصراحة قلقوا هذه الشركات من عدم قدرة العراق على تزديد مستحقاتها المالية والتي تقدر بعشرة مليارات دولار اجبرها على الاتفاق مؤخرا مع وزارة النفط بان يكون التزديد عن طريق النفط الخام ان الشركات النفطية اليوم لديها ديون على العراق بما يقارب من 7 مليار الى 10 مليار دولار وهذه المبالغ كبيرة جدا والشركات النفطية ايضا لديها مخاوف بان العراق غير قادر فلذلك تتجه بان يكون هناك عقدا بين الشركات ووزارة النفط بان يكون التزديد نفط خام فهذا الموضوع اكيد يعتمد على التزديد الكامل للمبالغ على وزارة النفط لهذه الشركات فيستمر تزديد نفط خام لحين تزديد كل المبالغ ورغم الاتفاقي تواجه الحكومة العراقية مشكلة اخرى هي انخفاض اشعار النفط المستمر مما اثر على الوضع الاقتصادي وزارة النفط بصراحة هي تتمنى انه يوم بعد يوم تزيد من الانتاج حتى تغطي انخفاض الاموال بالبلد بصراحة واخصة ووزارة المالية كل البلد يشكو من حدم دعم وزارة المالية للوزارة البقية تعرض العراق الى تحديات ومشاكل اقتصادية وسياسية وامنية خلال السنوات الماضية يجعله عرضة لحدوث نزاعات داخلية يصعب حلها من بغداد محمد صباح المدى